السلام عليكم ورحمة الله اليوم الفيديو مختلف مناشدة ومناشدتنا الى المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات بخصوص واجبات الطلاب اللي جاي يدزوها نص الليل يعني بالاربع الفجر يدزون واجبات شنو معنى بالاربع الفجر او بتلاث الفجر شنو يعني الطالب هم يريد له يرتاح هم يريد ينام يعني يبقى الطالب مقابل الواتساب ومقابل التلي خاف الدزون يعني هسه هو الواجبات تخلص وراء وراء 12 الطفل يروح ينام يرتاح هم تعبان وهم ثلاث واجبات ادهم واجبة من السبعة لحد الداعش واجبة اللخ بن الداعش لحد الثنتين والوجبة الثالثة من الثنتين لحد الخمسة يعني تعبان شي صير وقسم هم درسين يعني قسم هم يروحون خصوصي ويجي تعبانين هم يريد يرتاح هم يريد ينام خاطر يقعد من وقت المدرسته الواجباته زينها سيتم من الدزون بالاربع الفجر شنو معنىها شنو معنى بالاربع الفجر الدزون واجبات وهاي ما الرياضيات يعني شايفيكم وحدة مدرسة رياضيات الدز بالاربع الفجر خمسة وثلاثين ورقة تعالوا كتبوهن وحلوهن زين هو شنو الرياضيات الرياضيات يعني غير شرح حتى لو عادي انطي تمارين حل بس غير هو هذا التمرين غير انتي كمدرسة او مدرس تقوم مع الصبورة وتحلها وتشرح لهم او تحل عشون يفتهموا الطالب اذا تعالوا حلو خمسة وثلاثين ورقة تحلين الرياضيات وشنو يا مرشحات اجتماعيات علوم شنو معناها يعني الرياضيات دازت لهم خمسة وثلاثين وربي اجوا ان الطالبات يبتن ست البارحة دازت لنا بالاربعة خمسة وثلاثين ورقة رياضيات قاعدة شرحة الهمية زين اكو ناس ماعدها امكانية اكو الاهالي تقسم منعتهم ماعدهم امكانية يسجلون خصوصي وهذا الباقي الطالبات يقولوا لستان ما انتبه على المدرسة اجي هنا افتهم زين ليش قلتها ليش تقول ما ما تحكي تحكي سريع وكش ما نفتهم ومننقولها عيدية ما تعيدة ليش زين ليش زين غير تاخذي الرواتب غير تاخذي الرواتب ليش ليش خطيئ يعني اعيدة اعيدة اشرح اخلي اخلي الطالب يحب درسي ليش اهو هذا جانا درس فلان وجانا هيت وما تفهم وما تدرش يعني بس نريد نجاح من عندهم زين هو الطالب هو صال لسنتين كل شي ما مفتهم من حياته هاي سنتين مرت بهاي ظروف كورونا كل شي ما ما قاعد يفتهم غير شوية شوية يعني وبعدين كل هذا يعني هسا يوم الثنين هسا عدهم طالباتي يوم الثنين عدهم امتحانات تجقل تلاث امتحانات هذا هو سادس ابتدائي وشنو السادس ابتدائي عدهم علوم وعدهم رياضيات وحتى ما عدهم كتب هاي الرياضيات خلس السادس ابتدائي ما عدهم كتب تعالوا عندكم امتحان عندهم ثلاثة امتحانات يوم الثنين رياضيات وعلوم وهذا وشي سموها واسلامية زينيش دعوة ثلاثة شيفتهم الطالب شيقرأ ورب ما جاي يلحق يعني شيقرأ يقرأ علوم يقرأ اسلامية يقرأ رياضيات اللي هو حتى كتب ماعدهم شوية شوية يعني هلله هلله بيهم شنو الطالب شنو نفسيته نفسيته تعبانة تعبانة نفسيته تعبانة يعني شوية اخفف من الامتحانات اخفف من الواجبات كلها متراكمة هاي الواجبات كلها متراكمة عليهم لا غير شوية خفف وشوية ساعدهم شوية يعني اشرح اشرح اتعب نفسي اتعب نفسي يعني تعجبتان من يقولوا ليست ما قاعد نفتهم ليش لي ما قاعد تفتهمون لعدخوا سجلوا انتساب وهذا هو ايضا صار الانتساب اختياري فمن خلال قناتنا وعذروننا طبعا مو كل المعلمين والمعلمات يعني اكو قسم بيها اكو قسم يعني جاي يتعبين وجاي يسوين بسان البعض منعدهم فدير بالكم على طالباتنا وطلابنا وهم شرحوا لهم تعبوا نفسكم شوية شوية ناس ماعدها ناس ماعدها تخلي يعني هاي اطفالها للخصوصي غير انتاني خاطر توصلنا وصل الفكرة حاول اوصل الفكرة عيد مرتين تلاثة وشنو يعني وذا عدت مرتين تلاثة ايش راح يأثر بالعكس هاي كله اجر فمثل ما قلنا بل كت صوتنا يوصل لكم يا حياتي يا قليباتي يا مدرسين دير بالكم عليهم دير بالكم عليهم وطيهم يعني فد شوية موطيهم يعني حتى منها جيبينهم اسئلة من جيبينهم اسئلة من بين الاصطر شين يرادلها بالمجهر يلا يشوفون الفراغة والتعريف شوية اسئلة واضحة واضحة شوية يعني اسئلة واضحة اسئلة يعني اساعد يعني شوية خليها بوضوح بوضوح افهم الطالب اعيد لمرتين ثلاثة اعيد الخاطر يجي اوصل الفكرة اليه و اعذرونا من التقصير ترجمة نانسي قنقر